موسيقى يطيكم رعافي جميعا اليوم ان شاء الله رح نشرح الفور ارم ريجن هاي المنطقة منطقة ديسم كثير يعني معبّة يا عضلة رح نحكي عن المسلز والاكشنز تابعونهم مع البلوت سبلاي مع الإنرفيشن ونفس ما قسمنا المحاضرة زخمة كثير انا عارف ولكن اخر المحاضرة رح حط لكم جدول بلخص لكم كل المعلومات اللي رح نحكيها ان شاء الله فممكن تعتمدوا للمراجعة او حتى للدراسة بهاي المحاضرة رح اعتمد الشرح على شيت لوحدة من زميلاتكم بالإضافة لكلام أنا ضفته من شرح الدكتورة فخليكم ركزين معنا بداية رح نحكي عن لو نيجي للصورة هاي شو بتذكركم؟ متذكرين لكروس سيكشن كان هناك في عنا عظمي واحدة لهي اللي هي مرس وكانت مقسمين للarm لانتيريور او دورس الكمبارتمنت بالإضافة لألترال أو بنحكي لها موبايل واد كومبارتمنت بهذه الكمبارتمنس كلياتهم راح نناقش كل عضلي لحال مع الـ PLAT SUPPLY والإنرفيشن تبعها. أوكي؟ في معلومة هون حاب أنبه عليها بخصوص عضلة الاكستنسور كاربي راديال سبريفس. هاي العضلة بيختلف موقعها حسب المناهج. في مناهج تحكي لك انها مع اللترال وفي مناهج تحكي لك هي مع البوستيريور. احنا بمحاضرتنا راح نعتمدها مع البوستيريور سوفرفيشال كومبارتمنت. أوكي؟ أول إشي راح نحكي عن الموسلز وذي أنتير كومبارتمنت. راح نقسمهم لثري جروبس. سوفرفيشال انترميديت وديب جروبس. السوفرفيشال جروب راح نحكي عن البرونيتور تيريس فليكسور كاربي رادياليس بالمارس لونقس and فليكسور كاربي النارس. الانترميديات جروب راح نحكي عن فليكسور ديجيتوريوم سوفرفيشاليس. بس في عنا عضلة واحدة بهاي المجموعة. والديب جروب راح نحكي عن الفليكسور بوليسيس لونغس فليكسور ديجي توريوم بروفندس آندا برونيتور كواديراتوس. وهنا انا بدي انبه على شغلي كمان. باسماء العضلات هذي كلياتها ممكن داما انه احنا نستنتج خاصية لهاي العضلة. فمثلا لما انا احكي برونيتور تيرس بعرف من خلالها انه الاكشن راح يكون برونيشن. نفس الاشي بالنسبة لعضلة سوبينيتور راح نحكي عنها كمان شوي. شو الاكشن تبعها هيكون سوبينيتور. لفليكسور لما نروح للبوسير كومبارتمنت راح نحكي عن الاكستينسورز. راح يعملوا الاكستينشن. اوكي. فهذي خاصيات واكشنز ممكن احنا تطلعها من اسم العضلة. برضو في عندي الرادياليس والالنارس. الرادياليس راح تشوفوا كيف الاوريجين تبعها من الراديال بون والالنارس من الالنار بون. الرادياليس دايما اربطوها باكشن الابدكشن. وراح نشوف ليش. الالنارس دايما نربطوها باكشن الادكشن. اوكي. فصف عندي البرونيتور السوبينيتور الفليكسور الاكستينسور بالاضافة للرادياليس والالنارس. في عندي كمان شغلات زي مثلا البالمارس نسبة للبالم. يعني هاي العضلة راح نلاقيها تمتد لمنطقة البالم. لهو كف اليد. اللونغس معناتها طول. عضلة راح تكون طويلة. عكسها شو? عكسها لبريفيس. هتكون شور. برضو في عندنا السوبرفيشيالس. بتحكيلي انه هاي العضلة هتكون سوبرفيشيال. اه في عندي لبروفندس. هادي عكسة. معناتها العضلة هتكون ديب. بالاضافة في عندنا ديجيتوريوم. ديجيتوريوم معناتها ديجيتس. يعني راح تحكيلي عن الاصابع. وفي مسمة ثاني للعضلة راح جوف كمان شوي. راح يحكيلي عن هديك راح تكون خاصة بس بعضلة. اما لما احكي ديجيتوريوم فكل الاربع اصابع معادة الثم. اوكي? هي الثم. بتدلني على الثم. فهدول المسميات لازم تكونوا عارفين. اوكي? لو بدنا نحكي عن جاييني من وين? من الالمر and radial arteries. اللي حكينا هدولة continuation للبريكيال آرتري. طبعا ما في داعي نرجع نحكي عن من وين بيمتدل البريكيال آرتري ووين بنتهي. كونوا عارفين انه للبرانشينج للالمر and radial artery راح يبلش عنا من آآ الكوبيتال فصة. اوكي? بالنسبة للنيرب سبلاي. فكل العضلات بالانتيري راح يكونوا سبلاي by the median nerve and its branches. ما عدا? لاحظوا ما عدا مين? لفليكسور كاربي النارس والميديال بارت of the فليكسور ديجيطوريوم بروفندس. هذول الجزئين الوحيدات اللي راح يكونوا سبلاي باي دي النارنر. لاحظوا حكيينا الميديال بارت للفليكسور ديجيطوريوم. اما اللاتيرال بارت للفليكسور ديجيطوريوم برضو راح يكون جاييني من الميديال نيرب. اوكي? فالميديال نيرب راح يغذي كل هذول العضلات. الفليكسور كاربي النارس بس من الالنر نيرب. الفليكسور ديجيطوريوم بروفندس. الميديال بارت منها من الالنر نيرب. واللاتيرال بارت منها راح يكون من الميديال نيرب. اوكي? لو نيجي نحكي عن السيكونس الفليكسور ديجيطوريوم سوبرفيشياليس. لاحظوا كيف الانترميدياتي جروب اجت بالنص. واخر اشي الفليكسور كاربي النارس. او نيجي للصورة هاي منشوف الترتيب تبعهم. عنا الفليكسور كاربي رادياليس الفليكسور كاربي النارس. بعدين في عندنا الفليكسور ديجيطوريوم سوبرفيشياليس. لاحظوا الانترميدياتي جروب. نعتبرها عضل سوبرفيشيال ولكن بالانترميدياتي جروب عادي. وراح نفهم من هذا الحكيب بما انه في عندي الفليكسور ديجيطوريوم سوبرفيشياليس. باش راح يكون مقابلها? فهذا هو الترتيب اللي حكينا عنه. لاحظوا الديب اجروب ما جبنا سيريتهم لأنهم راح يكونوا بالضبط تحت هذولة العضلات. نبلش بالسوبرفيشري جروب. لازم نكون عارفين انه السوبرفيشري جروب كلياتهم بيمتلكوا كومون تندون أوف أوريجن. واللي هو ايش? ميديا الايبي كوندايل اف ده يومرس. فمثلا لبرونيتور تيرس لاحظوا من وين طالعه? من الميديا الايبي كوندايل. نفس الاشي الفليكسور كاربيراديالس. نفس الاشي كلياتهم. اوكي? فهذا بنسميه احنا كومون تندون أوف أوريجن. وهدول العضلات دامة اللي بيطلعوا من الميديا الايبي كوندايل شو سميناهم فليكسورز. فراح نلاقي اغلب وظائفهم راح تكون بالفليكشن. اوكي? بالنسبة لبرونيتور تيرس. الاوريجن لها تو هيدز. في عندي الهيومرال هيد. اللي هو الكمون اوريجن اللي حكينا عنه. الميديا الايبي كوندايل بديه يومرس. وفي عندنا الانرهيد. هاي بتكون طالعة من الميديا البوردر اوف كورونايد بروسيس فقالنا. طبعاً لو شلنا هاي العضلة. راح نلاقي تحتها الكورونايد بروسيس فقالنا. فهذا اوريجن ثاني لها. وهونا بنا نحكي معلومة مهمة. اي عضلة في لها تو هيدز. راح يكون في عند هدولة تو هيدز. راح نشوف كمان عضلتين بالمحاضرة. راح نحكي برضو عن بالنسبة لبرونيتور تيرس. فالستركتر اللي باسنج من خلاله هو الميديا نير. اللي هو اصلاً راح يغذيها. تمام? لاحظوا كيف في عندنا تو هيدز واحد ميديا واحد من ميديا بوردر اف كورونايد بروسيس فقالنا. فهدولة التو هيدز شو راح يمر من خلالهم? الميديا نير. اوكي? بالنسبة للانسيرشن فراح يكون على زي ما احنا شايفين هنا. زي ما اتفقنا الميديا نير راح يغذيهم كلهم. بالنسبة للاكشن فمن اسمها راح تعمل لي والوظيفة الثانية بما انه حكينا عنهم هدولة فليكسور موسيلز. لانهم طلعات من الميديا اللي بيكون ضيل. وموجودات بالانتيريور كومبارتمنت فراح يكون لهم دور بالفليكشن. على عكس العضلات راح نشوفها بالبوسيري كومبارتمنت راح يكونوا يعملوا لي اكستينشن. تمام? ففرونيشن لانها جاي من الميديال سايد للاترال سايد. وفليكشن لانها بتكون انتيريور لي. بالفور ارم ريجن. اوكي? ولاحظوا بما انه العضل الانسيرشن تبعها ضلوا جوة الفور ارم. فراح يكون الاكشن تبعها بس على الفور ارم. اوكي? كمان شوي لما نحكي عن فليكسور كاربي رادياليس لاحظوا لوين نازلة? لمنطقة الرست. فراح تلاقوا الاكشن على الرست جوين. فهدول الاشياء لازم تميزوهم. وين بتنتهي العضلة? راح تلاقي وظفيتها هنا. تمام? في عضلة تاني هون راح نحكي احنا عنها لقدام لبرونيتور كواديراتوس. بدي بس تتذكروا كواديراتوس شو معناتها? معناتها رباعية الشكل. وما انها برضو جاي من الميديا اللاترال زي لبرونيتور تيريس. فاش راح تعمل لي? برضو راح تعمل لبرونيتور تيريس. اوكي? فهذا بالنسبة لبرونيتور تيريس مصل. العضلة الثاني هي لفليكسور كاربي رادياليس. خلينا نحللها واحدة واحدة. فليكسور معناته راح يكون لها دور بالفليكشن. كاربي معناته كاربالبونز. راح نلاقي انه الانسيرشن تبعها وين واصل? على الكاربالبونز بمنطقة الرست. تمام? والرادياليس معناته ريليتد للريديالبون. لاحظوا كيف راح تعمل كروسنج على الريديالبون. كمان شوي لما نحكي عن الالنارس راح تلاقوا انها بس موجودة وين? على جهة الالنا. تمام? فانا دايما بحب احلل اسم العضلة عشان استنتج وظيفتها وخصائصها. اوكي? قبل شوي برضو حكينا انه اي عضلة مكتوب فيها رادياليس بدنا نتذكر الابدكتشن فونكشن. واي عضلة فيها النارس بدنا نتذكر الابدكتشن فونكشن. تمام? طيب شو الوريجين زي ما اتفقنا? الهم كومن الوريجين ميديا اللي بيكون دول بداه يمرس. وين الانسيرشن بتوصل لقواعد السكند ان ثيرد. بس الثاني والثالث متا كاربل بونز. بالنسبة للنيرب سبلاي الميديا النيرب سي 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 سيفن. متذكرين شو الوريجين تبع الميديا النيرب? بيطلع من اللاتيرال والميديا الكورد. هذي ما تنسوها. الاكشن زي ما اتفقنا. ماناها تروح تعمل لي فليكشن. ورادياليس ماناها تروح تعمل لي ابداكشن. ولاحظوا لوين حكينا بمنها وصلت للكاربلز. ادليبل اف دي ريست جون. فليكشن انا ابداكشن اف دي ريست جون. البالمارس لونقس زي ما اتفقنا. بالمارس راح توصل لوين لمنطقة الكف. البالم اف دي هن. اوكي? لونقس لانها عضلة طويلة. لاحظوا قديش تندون تبعها طويل وراح يتفرع لقدام. اه الوريجين تبعها الميديا الانسيرشن راح يتمر بالفليكسور ريتيناكولم والبالمار ابونيوروسيز. هذا هو الانسيرشن تبعها. لو نيجي للصورة هنا لاحظوا اللي بنحكي له فليكسور ريتيناكولم موجود هنا. بغطي لي الكاربل بونز. راح نحكي عنه بالتفصيل بمحاضرة الهان. بالاضافة للبالمار ابونيوروسيز. هادي البالمار ابونيوروسيز. هذا التندون. لاحظوا هذا التندون الطويل ايش هو؟ هذا هو البالمارس لونغس. راح ينتهي راح يعمل انسيرشن على شكل شو؟ بالمار ابونيوروسيز وراح يمر بفليكسور ما تنسوها. بالنسبة للنيرب سبلاي فزي ما اتفقنا الميديا النيرب. والاكشن راح يعمل لي فليكشن للهان. بما انه وصل. وصل الهان وهو اصلا من الانتيريور كمبارمنت فش راح تكون وظيفته؟ فليكشن. فلاحظوا كل اللي حكيناهم له هسه فائلهم فليكشن. اللي واصل للفور ارم فليكشن اللي واصل للرست فليكشن اللي واصل للبالم فليكشن اللي واصل للواصل لطن في البالمارس لونجس مصل يجب ان يكون لطن في البالمارس لونجس مصل يعني في بعض الاشخاص عشرب المية منهم راح يلاقي انه ما في عندهم تندن للبالمارس لونجس راح يكون أبسن لو انت تعمل بين الثمب والليتل فنجر راح يبين معك هذا التندن هذا هو البالماريس لونجس تندون تمام? الفلكسور كاربي ألنارس the only muscle from the anterior compartment innervated by the ألنار نيرف الوريجن في الها two heads الهيوميرالهيد والألنارهيد الهيوميرالهيد medial epicondyle of the humerus هذا هو الكمن أوريجن الألنارهيد عالميدال aspect of the olycranonial process مش cronoide process and posterior border of anna لاحظوا هذي كيف جاي لف لف يعني مش بس من قدام جاي برضو في الها جزء من وراء اللي هو خابط بال and posterior border of anna الinsertion وين رح يوصل للPC form point اللي هي العضمة الصغيرة هزي حبة البازيلا مع الhook of the humane مع الpace at the fifth metacarpal point هذا الinsertion تبعها النيرب supply زي ما اتفقنا هي الوحيدة الألنار نيرب لحالها والاكشن بما أنه هم من الفليكسورز واسمها أصلا فليكسور فرح تعمل لي fliction والنارس اتفقنا أنه بتذكرني بالadduction وما أنها واصلة بس للrest ما كملت فرح تعمل لي fliction and adduction hand at the wrist joint level اوكي دائما نتذكر وكارباي معناتها رست معناتها كاربالبون آخر معلومة بتخص لفليكسور كاربي النارس مش حكينا فإلها two heads فشو الستركتشر اللي رح يمر between two heads الالنارنير اوكي فالبرونيتور تيرس بيغذيها الميديان وبيمر من خلالها الفليكسور كاربي النارس بيغذيها الالنارنير وإلها two heads فبيمروا من خلالهم تمام؟ ما تنسوها الالنارنير الفليكسور تجيطوريوم سوبرفيشيالس هاي العضل الوحيد اللي حكينا عنها بالانترميديا تجروب يعني لو شلنا كل السوبرفيشيال تجروب رح نلاقيها تحتهم اوكي ولكن برضو لسا تنعتبرها سوبرفيشيال في إلها two heads الأوريجن تبعها إلو two heads أول إشي في عنا الهيوميرو النارهيد أول إشي الهيوميرو هو الكمون أوريجن الميديا اللي بيكون داري في الهيوميروس مع الميديا البوردر أوف كوروناي دي بروسس أوفق يعني بتشبه مين بتشبه البرونيتور تيرس بالإضافة الأوريجن ثاني هو الراديالهيد لاحظوا وين على الراديالهيد أوبليك لاين بيكون على الانتيريور سيرفاس أوف شافت أوف ذي ريديس على الانتيريور سيرفاس أوف شافت أوف ذي ريديس الانسيرشن تبعها لاحظوا كيف الفليكسور تريتوري سوبر فيشيالس راح تعمل لي باي فوركيشن راح تكون لي تندونس هذول التندونس راح يضلهم مكملات وين يوصلوا يوصلوا للميدل فالنكس أوف دميديا الفور فينجرز هل بيفوتوا على الثم على البوليسيز لا هذي إلها عضلات خاصة فيها راح نحكي عنها فالفليكسور تريتوري سوبر فيشيالس راح يوصلوا للميدل فالنكس للميديا الفور فينجرز زي ما إحنا شايفين هنا وأثناء تفرعهم لاحظوا بيكونوا عضلة وحدة بعدين بتفرعوا راح يصيروا يتراكموا فوق بعض راح يعملوا لكأنها خيمة كأنها تنل يعني ممر شو راح يكون تحت هذا الممر يعني منطقيا تحت لفليكسور تريتوريوم سوبر فيشيالس راح نلاقي لفليكسور تريتوريوم بروفندس بروفندس يعني ديب أوكي شو النير سبلاي زي ما اتفقنا للميديا النير الأكشن أول إشي راح تعمل لفليكشن لفليكشن على وين بما إنه ميدل فالنجس راح تعمل لفليكشن على الميدل فالنجس يعني زي ما انتو شايفين هنا هي وين توصل توصل للميدل فالنجس فرح تعمل فليكشن على هذا الليبل بس برضو راح تعمل فليكشن على الذاكري نحكي كنا نقسمهم فرح تعمل على الميدل بالإضافة لشوية على بالإضافة ل يعني فهي بتساعد بكل هاي الأكشن ننتقل ل اول عضلة معانا هي الفليكشن فليسيس لونجس نيجي نحل الاسم العضلة فليكشن فليسيس على الثم لونجس معناته عضلة طويلة وين راح توصل راح توصل للديستال بارت وفي ثم راح تعمل لفليكشن للديستال فالنجس لما نروح لمحاضرة الهاند راح نلاقي عضلة ثانية اسمها فليكسور بوليسيس بريفيس حكينا بريفيس يعني شورت هذيك وين راح تكون واصلة راح تكون واصلة للبروكسيمال فالنجس للقاعدة لهون تمام فدايما اربطوا لما نحكي لونجس غالبا راح نكون واصلين احنا الديستال بارت اللي هو ابعد مكان اوكي اوكي الوريجين لليفليكسور بوليسيس لونجس لاحظوا انتيريور بطلنا من الميديا اللي بيكون ضايل زي سورنا من هون من النص الانتيريور سيرفيس أوف شافت أوف دي راديس هيا الانسيرشن زي ما حكينا على ديستال فالانكس أوف دي ثم بالنسبة للنيرف سابلاي فاحنا متفقين انه جاييني من الميديا نيرف او لبرانش تابعونهم فالميديا نيرف راح يعطيني منسمي انتيريور انتيراوسيس برانش هذا مهم تحفظو تذكروا من وين بطلع الانتيريور انتيراوسيس برانش من الميديا نيرف لازم تضلوا متذكري لانه كمان شوية راح نحكي عن ال ال اللي راح يكون طالع من تمام فميزوا بناتهم من الميديا نيرف من من دي برانش أوف راديا نيرف والاكشن زي ما اتفقنا فليكسيز ديستال فالانكس أوف ديطن نيجي للفليكسور تجيطوريوم بروفندس حكينا من اسمها فليكشن تجيطوريوم راح راح تكمل لوين للديجيتس للأصابع للفالانجيز وبروفندس معناتها ديب وزي ما حكينا هادي راح تمر بالطنل اللي موجود تحت لفليكسور تريطوريوم سوفرفيشيالس لاحظوا شو الفريق بيناتهم الفريق بيناتهم انه الانسيرشن للفليكسور تريطوريوم سوفرفيشيالس وين وصل بس وصل للميدل فالانجيز تمام وصل للميدل اما العضل اللي تحتيها بمئنها ديب ظلت مكملة ظلت مكملة للدستال فالانجيز فهذا الفريق بالإنسيرشن تبعه أما بالنسبة للأوريجن فلاحظوا الأوريجن تبعها وين؟ على أي سايد على جهة الألنى إحنا هسا صرنا هاي الجهة الميديل وهاي اللاترال ما تخربطه هون الألنى وهون الريجيس هون ميديل هون الاترال فالأوريجن صار على الأنتيرو ميديل سيرفسيس أو شافت في الألنى والإنسيرشن وين؟ على الدستال فلانجيس أو ميديل فور فينجرز يعني البوليسيس الثمب ملوش دخل برضو زي ما اتفقنا الفليكسور ديجتوريوم بروفندس إلى دوال إنرفيشن إلى تو نير سبلاي الألنى لا الميديل هاف ما أكيد مما إنه هي موجودة عند الألنى بون فأكيد رح يجيها إنرفيشن من الألنى نير على الجهة الميديل وانتيرو انتير أوسيس برانش أوف ميديل لترال هاف يعني اللترال هاف الجهة الثاني ما احنا عارفين وين الميديل نير بيمر بيمر من النص يعني قريب اللترال بارت من العضلة تمام فداما قسمه هاي العضلة لميديل سايد ألنى نير لترال سايد ميديل نير أوكي العضلة الكاملة حكينا عنها فليكسور كاربي ألنى رس النص عضلة اللي هي هاي أوكي لأنه نصها بس جاي من الألنى نير الاكشن من اسمها رح تعملي فليكشن للديستال فلانكس أوف فينجرز ورح تعملي أسيستنج بالفليكشن أوف ميدل آنى بروكسيمال فلانجيز أندرس لاحظوا كيف العضلة لما تكون مكملة لمنطقة معينة رح تحاول تساعد بحركة العظام اللي تحتيها شو أنا قاعد بهبد ركزوا معاي كيف الفليكسور ديجتور من سوبرفيشيالس كانت واصل للميدل فلانكس تمام حكينا هاي المين فونكشن تحتيها على طول إيش في عنا؟ في عنا البروكسيمال فلانكس والهاند رح تعملي أسيستنج بالفليكشن تمام؟ بالمقابل بالفليكسور ديجتوري بالفليكشن كانت واصلة ديستال فالمين فونكشن تعملي فليكشن للديستال فلانكس تحتيها رح تعملي أسيستنج على الفليكشن أوف ميدل آند بروكسيمال بالإضافة للرس تمام؟ فدائما نتذكر العضلة بتساعد بالأكشن للبونز اللي تحتيها البرونيتور كواديراتس هاي جبنا سريطها قبل شوي اللي هي رباعية الشكل لاحظوا الأوريجن تبعها من وين جاي؟ من الأنتيريور سيرفيس أوف شافت أوف ذي ألنا ورايح على السيرفيس أوف شافت أوف ذي ريديس يعني من وين طالعة؟ من الميديال سايد للاترال سايد وهذا هي البرونيشن دائما طالعة من الميديال للاترال نفس مبدأ البرونيتور تيرس من الميديال للاترال النيرف سابلاي برضو الأنتيريور انتر اوسيس برانش أوف ميديال نير لاحظوا كيف الديب جروب كلهم جايين من الميديال نير انتيريور انتر اوسيس الاكشنز برونيشن للفور آر اوكي بس للفور آر ما بتوصل للرست بس للفور آر نيجي نحكي عن البلد سابلاي وفي دي فور آر كل ياتنا نعرف انه البريك الارتري تيرمينيتس بالكيوبيتال فسة زي ما احنا شافين بالصورة هنا البريك الارتري بيكمل بوصل لكيوبيتال فسة وعند الليفل اوف ذا نيك اوف ذا ريديس اللي احنا شافينا هنا راح يعمل لي ديفاديمي انتو راديال آر تري بتكون لاترالي وانا الارتري اللي بتكون ميديالي فالرادية الارتري بيجينز ان دي كيوبيتال فسة سبيسفكالي اد دنك اوف ذا ريديس فاسس داون اند لاترالي لاحظوا كيف بنزل لتحت وبروح لاترالي تحت ايش تحت البريكيو رادياليس موصل اللي هي هاي العضلة اللي احنا شايفينها البريكيو رادياليس موصل راح نحكي عنها من اللاترال كومبارتمنت موصلز تمام راح نشوفها باللاترال كومبارتمنت موصلز بنسميها بريكيو رادياليس موصل فهو بيكون تحتها وبرضو بيكون فوق ايش ريستنج على الديب موصل اف ذي فور ارم اللي راح نحكي عنهم بالبوستيرير كومبارتمنت فاذا الريديال آر تري بيكون ساندوش من فوق في عنا الريكيو رادياليس وتحتيه في عندي الديب موصلز اف ذي فور ارم اوكي راح يكمل عندي الريديال آر تري وراح يصير اكس بوز راح يصير مكشوف متى لما تتحول البريكيو رادياليس من فلشي بورشن للتندون بورشن لما تصير تندون فراح يصير الريديال آر تري عندي مكشوف بتوين تو تندونس لاحظوا proximal to the rest joint it lies on the radial bone between تو تندونس اول اشي في عندي لترالي لي هو التندون فريكيو رادياليس وميديالي في عندي التندون فليكسور كاربي رادياليس هادولة جدا مهمة تكونوا عارفينه اوكي فالريديال آر تري بيكون اكس بوز بتوين هادولة تو تندونس وبيكون وين قاعد على الريديال بون طيب هذا الحكي شو كفيدنا كلينيكالي الريديال آر تري لما يكون اكس بوز وفي تحتية عظمة يعني جزء صلب مجرد ما انت تضغط عليه فانت بتحشر الريديال آر تري بين اصبعك وبين الريديال بون فهونا انت ممكن تحس البلس للريديال آر تري اوكي فاذا كيف بدك تحدد وين موقع الريديال آر تري راح تمشي مع اليل لاحظوا هاي الصورة اللي حكينا عنا قبل شوي حكينا هذا التندون هو بالمارس لونغس بالمارس لونغس شو في جنبيه مباشرة التندون فليكسور كاربي رادياليس هذا بيكون ميديالي للريديال آر تري ولترالي شو في عنا التندون فريكو رادياليس فانت بتلاقي هذول التندونس وتيجي بالنص بتلاقي عنا الريديال آر تري مجرد ما ضغط بها المنطقة على الريديال بون راح تحس في البلس تمام بعد هيك الريديال آر تري بدو يكمل للهند طبعا هاي التفاصيل اللي هون احنا راح نحكي عنها اكثر بمحاضرة الهند ولكن بدنا نفهم عنها شوي هاي المنطقة اللي بيكمل عليها الريديال آر تري بيشكلها زي المثلث بنحكي لها احنا سنف بوكس شو يعني سنف؟ هاي الكلمة خاصة بالناس اللي بتتعاطف الله يعافينا هاي ما تسميها الريديال سنف بوكس كانوا يحطوا هون المخدرات ويشموها تمام؟ فهاي اللي عمتوا ميكا السنف بوكس بوصل الريديال آر تري فيها وبرضو منكون حاسين فيها البلسيشن تبع الريديال آر تري اوكي؟ يعني برضو راح يكمل راح يوصل الهند وين راح يوصل؟ راح يكون باسنج ثرو الفيرس انتر اوسيس سبيس شو هاي الاسبيس راح نحكي عنها اكثر بمحاضرة الهند راح يكون بتوين الفيرس دورس انتر اوسيس ويوصل لوين للبالم؟ يوصل لكف اليد طيب شو راح يروح يعمل في منطقة البالم؟ هنا بدي احكي لكم عن معلومات راح نذكرها احنا لبعدين ولكن بشكل سريع الرديال آر تري والآلنر آر تري هدول الثين راح يعملولي سوبر فيشيال بالمر ار تش ودي بالمر ار تش يعني الرديال آر تري راح يعطيني سوبر فيشيال برانش والآلنر آر تري راح يجتمعوا مع بعض راح يعملولي الاناستوموزنج عشان يعطوني نفس الاشي الراديا اللي رح يعطيني والألنر رح يعطيني ويجتمعوا مع بعض ويعطوني اللي احنا شايفينه بالصورة هنا هذا كلياته لبلت سبلاي تبع الهند فإذا الراديا الارتري بيكمل يعطيني الديب بالمر ارش اللي رح يعمل الاناستوموزنج مع الديب بالمر برانش من الانر ارتري شو البرانشز تبعت الراديا الارتري اللي حكينا عنهم اول اشي حكينا عن المسكولر يعني كل العضلات اللي حكينا عنهم قبل شوي شو كان البرت سبلاي تبعهم احنا ما ذكرنا ولكن حكينا اول اشي انه البرت سبلاي للمسكولر اللر and radial arteries تمام هذا اللي ذكرنا اول المحاضرة فإذا البرت سبلاي من الراديا الارتري رح يعطيني المسكولاري برانشه للنيبرينج مسلز اللي موجودين بهاي في الفور ارنج رح يعطيني بردو ريكارنت برانش which takes part in the ارتيريال انستموزز around the ilpo joint لو نيجي للصورة هذي لاحظوا كيف الريديال ارتري بيعطيني ريديال ريكارنت ارتري وبردو الالنر ارتري رح يعطيني الالنر ريكارنت ارتري هذول الثلين شيعني ريكارنت يعني ارتري راجع ارجوع وين رح يرجع من الفور ارنج رح يرجع على الالبو ريجن تمام ويعمل اناستموزنج مع الالنر كولاترال ارتري والريديال كولاترال ارتري هذولا كلياتهم بعملولي شبكة عشان يغذولي الالبو جون تمام فهذا التفرع الثاني للريديال ارتري التفرع الثالث اللي حكيت لكم عنه قبل شوي السوبرفيشيال بالمر برانش اللي رح يعمل لي السوبرفيشيال بالمر ارتش تمام فهذولا هم الثلاث تفرعات بالاضافة طبعا للديب بالمر ارج اللي حكينا عنه الالنر ارتري نفس الاشي بتبلش بالكيوبية الفوسة الالبو ريديس الابر بارت للالنر ارتري لايز ديب تو موست شايفين الالنر ارتري لاحظوا بيكون ديب لموست اف دي فليكسور موصل بالو لما ينزل لتحت شوي بيكون موار سوبرفيشيال بيصير سوبرفيشيال بين التندون اف فليكسور كاربي النارس وفليكسور دي ريطوريوم سوبرفيشيال لاحظوا هاي العضلة شو اسمها فليكسور دي ريطوريوم سوبرفيشيال وهذي فليكسور كاربي النارس فهو رح يكون بناتهم واحدة هنا واحدة هنا اوكي رح يفوت على البالم يعني رح يكون سوبرفيشيال للفليكسور ريطوريناكلوم ولترال للبيسي فورم لاحظوا الفليكسور ريطوريناكلوم رح يكون هنا هو رح يمر من فوقه سوبرفيشيال له عكس الميديا النار رح نحكي عنه كمان شوي رح يكون فايت جوه الفليكسور ريطوريناكلوم اوكي فاذا رح يكون فوق in front of الفليكسور ريطوريناكلوم ولترال للبيسي فورم بون انز بي شو بي فورمين السوبرفيشيال بالمار ارج الناستو موز بل السوبرفيشيال بالمار برانش اف دي ريديال ارتري هذا اللي شفناه بالصورة هنا اوكي فشو لبرانش دي النار ارتري عنا المسكولر زي ما حكينا هو نفسه نفس الراديال ارتري رح يعطوني لالعضلات اللي هنا برضو حكينا عنها و يعني برضو النار ارتري رح يعطيني برانش توصل لوين لل ريست جون زي هذا بالمار كاربل برانش و النار ارتري اخر اشي بحكيلك انه الكمون انتر ارتري which arises from the upper part of the النار ارتري و after a brief course divides into the anterior and posterior انتر ارتري لاحظوا هذا هو الانتر ارتري صح اول ما يطلع اول ما يطلع سيعطيني كومون انتر ارتري رح انتر اوسيس ممبرين اللي احنا شايفينه هنا يعني بغذول الانتر اوسيس ممبرين واحد بيجي انتيريور واحد بيجي بوستيريور بيطلع من وين من الكمون انتر ارتري اللي هو على طول طالع من ايش من النار ارتري اول ما نمشي شوي لهو طالع فهذا هو اللي حكينا النار ارتري بيعطي انتيريور posterior they pass downward on the anterior and posterior surface of the انتيريور membrane supplying the adjoining muscles and bones رح يغذيل العضلات والبون اللي حواليها they end by taking part in the anastomosis around the wrist joint هدول ايش الانتيريور وال posterior رح يكمل لتحت ويعطوني anastomosis حوالين wrist joint ننتقل لل نير سبلاي of the four arm رح نحكي عن medial nerve وال ulnar nerve هدول اللي احنا شفناهم بال four arm region المedial nerve زي ما اتفقنا بيكون جاي من lateral root وال medial root من labrachial luxus c6 7 8 and t1 في له كورس خاص فيه رح نبلش من فوق لتحت add the elbow in the cubital fossa لحد ما نوصل ال hand اوكي add the elbow it is crossed by the bicepital aponeurosis اذا منذكرين المedial nerve بها المنطقة بيكون exposed فإحنا لازم نغطي لازم نحمي شو في عنا في عنا bicepital aponeurosis مش مبين بالصورة هنا اوكي هاي اول exposed area in the cubital fossa it lies deep to the bicepital aponeurosis يعني بيكون تحتيها it lies medial to the tendon of biceps لاحظوا هاي tendon of biceps هو بيكون medial الها هذا هو medial nerve وبنفس الوقت it runs on the medial side of the brachial artery زي ما احنا شايفين هنا فهو بيكون medial لل biceps او tendon of biceps وبرضو لل brachial artery هذا هو medial nerve بعدين it descends through pronator terres منذ كريم لما حكينا medial nerve رح flexor digitorium superficialis and profundus يعني لما يعد two heads of pronator terres وين رح يوصل رح يصير بين flexor digitorium superficialis وال profundus هاي flexor digitorium superficialis وهاي flexor digitorium profundus اللي هي بتكون تحت ها فالمedial nerve دائما بيحب يخب حاله اول اشي يخب حاله تحت picepital aponeurosis بعدين خب حاله between two heads of the pronator terres لاخده كيف بعدين رجع خب حاله between flexor digitorium superficialis and profundus لانه هذا النرب كثير مهم ومحتاج حماية خاصة لما ناخد محاضرة النرب injury رح تشوف قديش تأثير المedial nerve اذا اضرر تمام فالمedial nerve then emerges from the lateral side of the flexor digitorium superficialis and becomes superficial or covered by palmaris longest tendon لاحظوا كيف هذا النرب اول ما يصير exposed بنادي حدا يغطيه يعني بعد ما صار على lateral side و flexor digitorium superficialis على طول صار superficial فلاقينا انه palmaris longest tendon يجا يغطي تمام طيب في عنا كمان exposed area هنا لاحظوا لما وصل لمنطقة الرست شو الاشي اللي يجا يغطي هسا ل flexor retinaculum وهذا اللي حكتلكم عنه قبل شوي حكتلكم انه ال الالنر artery رح يمر فوق flexor retinaculum اما الmedian nerve رح يكون تحت بالنسبة للbranchis of the median nerve زي ما اتفقنا في ilo muscular branches كان يغطي لي اغلب superficial group of anterior compartment pronator teres flexor carbi radialis palmaris longus flexor directorium superficialis مع عدمين flexor carbi alnaris رح يعطيني برضو articular branches anteroscis يعطيني كمان anterior enteroscis nerve وهذا اللي حكينا عنه بغذيلي اغلب deep muscles of the anterior compartment اخر اش رح يعطيني palmar cutaneous branches لاحظوا قبل ما يدخل median nerve تحت flexor retinaculum يعطيني branch صغير هذا مسؤول عن الاحساس palmar cutaneous branch لا ايش لل lateral two third of the palm يعني الثلثين اللي قريبين من thump على lateral side اوكي واذا هذا يعمل sensation ل skin of the lateral two third of the palm طبعا هذول two exposed area اللي حكينا عنهم اول اش medial nerve by cubital fustum نغطيه by pycipital aponeurosis مجرد ما يجا يفوت على palm يعني reflexor retinaculum طيب anterior enteroscis nerve يعني هذا مسار خاص في بيتكم تحفظوا anterior enteroscis هذا deep كأنه بيحكو لك هو deep branch من ايش من المedian نظر بيكون deep لل flexor pulis lungas و flexor territorium profundus يعني هذا جاي جهة الثمب اكثر لاحظوا هاي العضلات اللي حكينا عنها بالdeep group of anterior compartment which sends tendons to the index and middle finger terminally وين بنتهي anterior enteroscis nerve it lies posterior to pronator quadratus which it supplies شايفين pronator quadratus اللي حكينا عنه هنا برضو مين كان يغذيها كان يغذيها anterior enteroscis nerve نيجي الالنر كل ياتنا نعرف انه جاي من الميدي الكود طيب ادى البوجوينت الالنر نير passes from behind the medial epicon di humerus من الذكرين هون from behind medial epicon di حكينا هذي الفاني بون اي ضرب بهاي المنطقة منحس فيها لان الالنر نير بيكون هنا superficial طيب كان هو posterior شو رح حصير anterior تقريبا enters the front of the forearm by passing between the two heads of the flexor carpi alnaris منذكرين برضو حكينا عنها انه flexor carpi alnaris في two heads الالنر نير رح يمر من بيناتهم ويغذي لي flexor carpi alnaris then runs down the forearm between ish between flexor carpi alnaris and flexor digitorium profundus لاحظوا انه احنا حكينا هدول العضلتين اللي هو بيغذيلي اياهم flexor carpi alnaris كلها من الالنر وال medial part من flexor territorium profundus من بيغذيلي اياها الالنر الالنر بعديها انترز the palm bypassing in front of flexor retinaculum and lateral pc form point لو احنا نمشي مع الالنر نازل زي هيك لاحظوا هاي هو الالنر نر بدخل على البال فوق flexor retinaculum مير زي الميديا نير نزل من تحت ها اوكي ولكن قبل ما يكمل لل بال شو رح يعطيني برانشز هذا الالنر نير بيقول لك in dorsal area before reaching flexor retinaculum ال نير will give two cutaneous branches اول اشي في عنا ال palmar cutaneous لاحظو هاي موجود بالصورة هنا ال palmar cutaneous هذا عكس ال palmar branch لل median نير ال palmar cutaneous branch of ال نير هاي يغضي لي او يعمل لي complete sensation لل third of the hand medially اوكي فال median nerve palmar branch تابعه كان ثلثين ال hand literally هذا رح يكمل sensation ل ثلث ال hand medially وبرضو رح يعطيني doors ال branch of the al number برضو هذي لل skin تمام يعني لل او من ورا ما تنسو هدول وما تنسو المسار تبع ال نر امشوا في واحدة واحدة اشي بيكون ورا الميديا اللي بيكون ضايل بعدين بصير between العضلتين اللي رح يغديهم وال fdb وبعدين قبل ما يفوت على من فوق رح يعطيك دورس ال branch لورا وال بالمر branch لل third medially وهذول الثنين يعني skin sensation هذول هم ال branch of the ulnar nerve again muscular branches حكينا لل fcu وال medial half of fdb articular branch zel medial nerve phanmar cutaneous branch حكينا عنه لل third medial وال dorsal posterior cutaneous branch بعد هيك رح يكمل لل hand وراح يغدي لي 15 عضلة of the hand هذول ال 15 رح نحكي عنهم بمحاضلة ال hand ننتقل البosterior compartment of the four iحنا اتفقنا انه في عندنا anterior lateral posterior زي ما حكينا بعض المناهج بتعتبر انه lateral facial compartment هي جزء من posterior facial compartment فاحنا فصلناهم فصلنا posterior ل lateral facial compartment posterior facial compartment اللي بشتركوا في هذول two compartments lateral وال posterior انه لهم نفس nerve supply لكل العضلة اللي هو ايش radial nerve شو المسلز لل lateral facial compartment في عندي two muscles لbrachioradialis والextensor carbioradialis longus لblood supply radial and brachial arteries والnerve supply زي ما حكينا radial nerve فإذن هذول 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 هم جزء من lateral compartment لاحظوا انه brachioradialis بتكون more superficial deep لها في عنا extensor carbioradialis longus هذول اللي جزء من lateral deep لهم الثنتين شو في عنا extensor carbioradialis previous هذي جزء من posterior deep compartment أوكي أوكي طيب لbrachioradialis والextensor carbioradialis longus فإلهم نفس origin both of them originates from the lateral supracondylar ridge of the humerus لاحظوا من وين طلعات هاي مسميها lateral supracondylar ridge of the humerus الinsertion لbrachioradialis بس بتوصل ال base of styloid process of the radius لاحظوا لbrachioradialis وين واصلي لل styloid process of the radius معناته ال action متبعها وين رح يكون anterior to lympho joint act as an accessory flexor of this joint يعني هي بس رح يتأثر على lympho joint تمام وما انها anterior لل lympho joint فداما احنا بنعرف anterior شو رح يعطيني رح يعطيني fliction الحركة الاساسية للي brachioradialis muscle لما هي بتأثر بالreflection بتعملي حركة بنحكي لها mid prone position اللي احنا شايفينها بالصورة هنا هاي الحركة بنسميها supination وهاي الحركة بنسميها pronation هاي اللي بالنص بنسميها mid prone position مين المسؤول عن هاي الحركة lebrachioradialis ما تنسوها مهمة جدا mid prone position طيب الانسيرشن لل extensor carburadialis longus وين extensor carburadialis longus posterior surface of phase of second metacarpal bone يعني هاي هاي وين مكملة مكملة للrest مكملة لل second metacarpal bone عشان هيك شو الاكش تبعها رح يعمل لي extension and abduction للrest طبعا زي ما انتم الذكرين extensor يعني extension radialis يعني abduction ومعنها longus معناتها واصلة عندي لل second metacarpal bone فهي crossing two joints ال ilpo joint والrest joint فبتعمل لي extension and abduction على الرrest بالنسبة لل nerve supply فزي ما اتفقنا الرadial nerve ولكن هنا معلوم مهمة الرadial nerve بعط سبلاي لل brachiradialis وال extensor carburadialis lungus قبل ما يصير الو division into superficial and deep branches at the lateral epicondyle level لو نجي للradial nerve جمعن شوي رح ينقسم عندي لشو لدي branch of radial nerve و superficial branch ولكن قبل ما ينقسم رح يغدي لbrachiradialis وال extensor carby radialis lungus قبل ما ينقسم طيب هذا ما يهمني يهمني انه اذا صار الانجور فوق على radial nerve هدر العضلات رح يتأذو اما لو صار الانجور بعد ما تقسم radial nerve هذول العضلات ما رح يتأذو تمام اوكي فهذا هو radial nerve قبل ما يصير عنا division نيجي المسلز رح نقسمهم لسوبر فيشري جروب و ديب جروب السوبر فيشري جروب عند extensor carby radialis previs extensor digitorium extensor digitorium minimi extensor carby alnaris and anconius لاحظوا كيف كلها دول العضلات ببلشوا بإكستنسور فوظفتهم الأساسية هي الإكستنشن للفور آن وبرضو كل هدول المسلز وبرضو كل هدول المسلز posses a common tendon of origin which is attached to the lateral epicondyle of the humerus تماما زي مبدأ السوبر فيشري جروب اللي حكينا عنه بالانتيري كمبارتمنت هناك كلهم كانوا flexors وكانوا طرعات من الميديا epicondyle هنا في عنا lateral epicondyle وكلياتهم extensors تمام الديب جروب في عندي suppinator abductors pulses longus extensors pulses brevis extensors pulses longus extensors indices لكل هدول العضلات posterior and anterior enterosis arteries هدول اللي حكينا عنهم جايات من common enterosis artery لجاي من الانر آرتي لاحظوا احنا حكينا انه posterior compartment جايتي من radial nerve ولكن هون لازم نفصل أكثر ونحكي من اللي اسمه الثاني posterior enterosis nerve anterior enterosis من وين كان جاي كان جاي من الميديا نير تمام ما تنسوا هاي المعلومة نبلش بأول عضلة extensors carpi radialis previs هنا انا رحصير امشي على عضلات بسرعة من اسمها رحصير تعرفوا شغلاتها extensors وظفتها extension radialis يعني رحص تعمل abduction بما ان واصل carpi يعني واصل الرست of the hand تمام lies deep لإيش العضلة اللي حكينا عنها قبل شوي بالlateral compartment اللي هي extensors carpi radialis longus بتكون deep لإلها تمام أي extensors digitorium لاحظوا وين برضو رايحة على الدورس مبضيهان لأنه دورها كلهم extensors دائما نتذكر anteriorly flexion posteriorly extension origin lateral epicondyle of the humerus نفس origin insertion phase of dorsal surfaces of middle and distal phalanges لاحظوا وين مكملين للمدل والdistal phalanges وآخر إيش رح تكمن لي إيش منحكي extensor expansion رح نحكي عنه بآخر المحاضرة تقريبا لاحظوا كيف extensor territorium tendon بيظل مكمل عشان يعطيني إيش يشارك بالextensor hood أو اللي نحكي له extensor expansion formation رح نحكي عنه كمان شوي أوكي النير supply نفس الإشي posterior enterosis nerve وال action زي ما حكينا extension لكل joints بالهند لأنه وين شابك الميدل والديستال فالانجيز على الدورسل سيرفس الاكستنسور ديجي تاي مني ماي من اسمها حكينا قبل شواء عن الديجي تاي مني ماي معناتها الليتل فينجر ان اكستنسور 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 ديجي توريوم حسنا اتفقنا انه الاكستنسور ديجي توريوم رح يعملولي اكستنشن لكل الاربع عصابع ولكن هذا الاصبع بالذات لهو الليتل فينجر ديجي تاي مني ماي هذا في اكستنسور مصل تمام هايها وين بتكون بتكون ميديل للإكستنسور ديجي توريوم يعني هادي إكستنسور ديجي توريوم ميديل إلها يعني جهة القلنا ميديل إلها شو في عنا في عنا الإكستنسور ديجي تاي ميني ماي الاريجين نفس الإشي زي ما حكينا عن دورسل ديجي تال اكستنسور برضو تمام تمام يعني برضو رح تعمل إكستنسور إكستنسور مع الإكستنسور ديجي توريوم الاكشن إكستنز الميتا كاربو فالانجي الجوين والإنتر فالانجي الجوين بس للليتل فينجر والنفس نفس الإشي بوستير الانتر أوسي سنب الإكستنسور كاربي النارس من اسمها رح تعمل إكستنشن والألنارس شو أدكشن لألنارس لألنارس يعني برضو بتكون مور ميديل إكستنسور كاربي كاربي النارس تمام عجهة الألنار فصار الترتيب فرم ميديل التولاتيرال إكستنسور كاربي النارس إكستنسور ديجي تا ميدي ميدي إكستنسور ديجي توريوم الإنسيرشن رح تروح على ميديل سايد في دي بيز في ميتا كاربي لاحظوا لوين رايحة قريبة يعني رايحة على الليتل فينجر على البيز في ميتا كاربي والنيرف سبلاي إلها البوستيريور انتر أوسيس نيرف الانكونيوس هذي إنتو مش مطالبين فيها بس خدوها للمعرفة يعني عضلة عقد الإيد شوفوا مصغر بالنسبة للسوبينيتر فالأورجن تبعها في إلها two heads سوبرفيشال هيد وديب هيد السوبرفيشال هيد بيكون نفس الإشي طالع من اللاتيرال إبي كوندايل بده يمرس رادي الكولاتيرال لجم انتو في البو أنت أنو لجم يعني فقلها بالسوبرفيشال هيد كأنهم ثري أوريجن تمام والديب هيد السوبينيتر كريست فقلنا نذكرين هاي بتكون هون سوبينيتر كريست بالنسبة للإنسيرشن على اللاتيرال سيرفيس أو بروكسيما الثير أو ذي رادي السيرفيس اللي بروكسيما الثير يعني الثلث الأول من الرادي على اللاتير السيرفيس النير سفلاي نفس الإشي ومن اسمها سوبينيتر شو رح تعمل لها سوبينيشن لل فور آر مولهن إذا منذكرين حكينا قاعد قبل شوي حكينا إنه إذا كان في عنا two heads معنا في عنا structure رح يمر بما إنه هنا نير من الرادي نير فاللي رح يمر من هنا بين الرادي نير تمام البوستيريو انتر أوسيس نير ما تنسوها من اسمها ابداكتور رح تعمل لأبداكشن وبروستيز وين على الثم لونقس عضلة طويلة زي ما شايفين التندون تبعها كثير طويل يعني هاي العضلة جاي من النص جاي راضي كل الأطراف وحتى الانتر أوس ميبرين اللي بيناتهم تمام الانسيرشن رح يكون على يعني على بما بما أنها على وإيش كمان العضمة اللي جن بيها الترفيزيوم من الكاربال بون نفس الاخشن من اسمها ابداكشن ان اكستينشن اوف ثم ات كاربو متا كاربال جون لاحظوا ليس صار في اكستينشن لأنها هي جاي من ورق تمام من الدور سم الدور سم للهند وكي وهذه الدكتورة حكت أنه مهمات باللب بس لالثيوري الانرفيشن والأكشن لازم نكون عارفين تمام واضح الحكي يعني بنطبق عكل العضلات حسا في عندنا عضلتين الاكستينسور بوليس بريفس والاكستينسور بوليس لونغس قبل شوي حكت لكم لما نحكي بريفس رح تكون واصلة لبروكسيمال لما نحكي لونغس رح تكون واصلة الديستل فهذه ما تنسوها مت احنا ذكرنا هاي المعلومة لما حكينا عن حكينا رح تكون واصلة للديستل اوكي الوريجن بريفس مع الانتر أوس من بريم تمام فهي طالعة من الريديس ونازلة للثمب على ال الانسيرشن على الدورس لسيرفس بريس أوف بروكسيمال فلنكس وضي ثم ال نفسه الاكشن بما انها جاء من ورا فرح تعمل الاكستنشن وهي اسمها اكستنسور اصلا الاكستنشن على البروكسيمال فالنكس المتاكاربال أوف ثم الاكستنسور بولسيس لونغس شو الوريجن تبعها على البوستييور سيرفس وفي ألنا طيب كيف كم تذكروها عشان ما تخربطوا لبريفس في حرف الار من وين تطلع على الراديس اللونغس فيها حرف راح تكون على الديستل لانه هادي لونغس على الديستل فرانس أوف دي ثم نفس نفسه الاكستنشن راح تعمل الاكستنشن داما نتذكر وما احنا نكون واصلين للديستل لآخر إش بالعظمة فرح نعمل اكستنشن لكل اللي تحتيها تمام حتى لو كان اكستنشن اصيست الاكستنسور انديس طبعا انديس هادي ما جد نسرتها الاسبع المتشهد فيه تمام هذا خاص بالإنديس الإنديس الإوريجين عالبوستيريو سيرفيس وفقلنا ديستل الاكستنسور فوليسيز لونغس يعني شايفين هاي العضلة تحتيها بالزبط شو بيكون الاكستنسور برضو شابكي مع الانتر اوسيس منبرا الإنسيرشن عالقلنا الصايد فتندون اكستنسور ديجيتوريوم فور انديس هيك منسميها طلعوا ما أطول التندون تبعها كل هاذ رايح لوين للألنر سايد يعني الميديال سايد وفي تندون وفي اكستنسور ديجيتوريوم فور انديكس فنجر نفس النيرب سبلاي والاكشن رح تعمل لإكستنشن للإنديكس فنجر طبعا هاذا الجدول بلخص كل العضلات اللي حكيناهم النيرب سبلاي طبعا تكونوا مميزين يعني هاذي صح راديل هاذي صح راديل ولكن الباقي رح نكون حاكين احنا بوستيريور انتر اوسيس اللي هو ديب برانش من الراديل أوكي الاكستنسور اكستنسور اكستنسور هو عبارة عن فلات تندون او نحكي له تريانكولر ابون يوروتيك اكستنسور ايش اللي بيكون ليا ايش حكينا عنهم قبل الاكستنسور ديجيتوريوم والاكستنسور ديجيتال مينيماي هذو را بنحكي لهم ديجيتال اكستنسور بالاضافة لللمبريكال والانتر اوسياي موسيل اللي راح نحكي عنهم بمحاضرة الهند المبريكال موسيل والانتر اوسيس موسيل يعني بدون الثم واكستنين من من الميتا كاربوفالانجيال جوين اللي بيكون لورا هون all the way للبروكسيما الانترفالانجيال جوين وفي ايش ديجيت طبعا لكل اسواع اخر اشي بنا نحكي عنه هو الانرفيشن لل البوستير كمبارمت في الفور ارم اللي هو نيرف واحد شو سمنا الرادية النار من وين جاي الرادية النار من البوستير الكور طيب شو الكورس تبع الرادية 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 نتذكرين لما حكينا عن هاي المعلومة انو رح يخترق اللاترال انترمسكولر سيبتم باللور part of the arm عكس المسكول كوتينيوس اللي كان يخترق الميديال سايد and passes forward into the كيوبتال فصة بعدين passes downward بظل مكمل نزول in front of the lateral epicondyle of the humerus بيكون between leprachialis medially leprachialis رح تكون medially مش مبين بالصورة هون ولترال يش في عنا عنا leprachioradialis وال extensor carby radialis lungus هدول العضلتين اللي حكينا موجودات وين بال lateral compartment فمنطقيات يكونوا lateral لل radial nerve و medially شو في عنا leprachialis muscle the level of the lateral يبيكن division into superficial and deep branches زي ما احنا شايفين هون هاي superficial branch of the radial nerve وهي deep branch of the radial nerve طبعا if a break occur at the neck of the radius neck of the radius هو المكان اللي صار في division which nerve will be affected deep branch of radial nerve لاحظوا deep branch وين موقعه بالضبط عند neck of the radius فال division بيصير على اللترة اللي بيكون ضايل the neck of the radius بيكون في عندها deep branch of the radial nerve طبعا شو الbranch للradial nerve بال four arm اكيد في muscular branches رايحة لل brachioradialis وال extensor carburialis longus بالاضافة لل small branch لل lateral brachialis lateral brachialis articular branches لل ilpo joint نفس فكرة medial وال ulnar و deep branch of the radial nerve اللي سمينا posterior inter oc هذا راح يكمل لكل العضلات اللي حكينا عنهم بالي اضافة لل superficial branch of the radial nerve نيجي نحكي عن الكورس أو الباثوي تبع superficial branch of the radial nerve اول احنا لازم نكون عارفين انه دار continuation من radial nerve تمام it runs down under cover of the brachioradialis muscle on the lateral to the radial artery لاحظوا هاي brachioradialis muscle تمام superficial branch بكمل على طولها وبيكون lateral لل radial artery مش مبين معنا بالصورة بعدين لما يوسر distal part of the forearm هاي المنطقة it leaves the artery بترك radial artery وراها و passes backward under the tendon of brachioradialis هاي brachioradialis وبيمشي تحت tendon تبعها و it reaches the posterior surface of the wrist راح يوصل لل posterior surface of the wrist لاحظوا انه ما في عندي relation بين radial nerve و radial artery reflexor retinaculum ليش لانهم هم راح يكون posteriorly posteriorly unlike medial وال ulnar nerve اللي راح يكون anteriorly وحكينا medial nerve راح ينزل من تحت ه وال ulnar nerve راح يكون superficial له بس radial nerve و radial artery ما لهم علاقة ب flexor retinaculum بالمرض طبعا radial nerve برضو في deep branch اللي سمينا posterior enterosis supinator muscle زي ما حكينا بيكون between two heads of the supinator muscle and winds around the lateral aspect of the neck of the radius وزي ما حكينا إذا صار في عندي fracture at the neck of the radius deep branch هو راح يتأبدأ وراح يضر معا كل العضلات اللي بغدير إياهم the nerve descends in the interval between superficial وال deep group of muscles بال posterior forearm طبعا بال posterior forearm مش إحنا من رتب الفور arm ل superficial deep group of muscles فهو بيكون بيناتهم هذا radial nerve فبغدير superficial من فوق بغدير deep group من تحت it eventually reaches the posterior surface of the wrist joint يعني آخر إشي راح يوصل لل posterior surface of the wrist joint زي وزي شو الس brunches للمuscles بال posterior compartment for arm كل العضرات اللي حكينا عنهم بالإضافة ل articular brunches to the wrist and carpal joints طبعا حكينا احنا three muscles have two heels ما تنسوهم pronator teres بيمرق عندي median nerve وبيغدير pronator teres flexor carby alneris بيمرق عنا elner nerve وبيغدير flexor carby alneris وال supinator okay radial nerve doesn't innervate any muscle in the hand عكس مين عكس elner nerve اللي حكينا رحي قديري 15 عضلة وعكس median nerve برضو هذا بس رح يعطيني superficial branch للكوتاني وسيعنا skin sensation okay وقبل ما نوقف اليوم الهنانا بدي أفرجيكم هذا الجدول اللي ذكرته بأول المحاضرة بيبلش من posterior scapular region لحد الهند فيه muscle origin insertion innervation action وصورة بتوضح لكم هاي العضلة كل شي ذكرناه بالمحاضرات السابقة وبهاي المحاضرة موجود فيه ومرتب بطريقة كثير مميزة هذا بتقدر تستفيدوا منه للمراجعة هيك بتكون خلصت المحاضرة أتمنى تكونوا استفدتوا منها وحاولت يعني أبسط عليكم شوي عارف إن المحاضرة طويلة شدوا حي لكم وبالتوفيق